اشتركوا في القناة مثل بدء خلق الإنسان ونشأة الكون ومنطلقات العلم الحديث والذي دفعني إلى ذلك هو أولاً هناك إجابات واضحة في الإسلام وفي النصوص الشرعية عن كثير من هذه الأسئلة لم يتطرق إليها أهل المعرفة وأحببت أن يكون هناك تأصيل لتلك الأجوبة ثانياً لأن الناس قد قل تحصيلهم للعلم بالطرق التي تتوفر فيها الأجابات الوافية وكتب ومؤلفات فصار لا بد من نشرها هنا في وسائل التواصل وثالثاً أن الطرح هنا سيكون بأسلوب مناسب لجميع المشاهدين سواء المتخصص منهم أو غير المتخصص ولكي أضع الفكرة أمامكم بشكل عملي فإني سأبدأ بعرض كتابتي عن فكرة نشأة الكون وذلك حسب فهمي لها من مصادرها المختلفة فاسمعوا تقول النظرية إن الله خلق الأرض أولاً ثم السماوات لقوله تعالى في سورة البقرة وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات فهنا بعدما انتهى من خلق الأرض انتقل إلى خلق السماوات وكذلك ورد تأكيد ذلك في سورة فصلة إذ قال سبحانه وتعالى وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين أي أقوات الأرض ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها وللأرض اتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طالعين إذن بعدما انتهى من الأرض ووضع فيها أقواتها استوى إلى السماء وهي دخان لم تكن قد تكون وإن الأرض والسماوات لم تكن نقطة من المادة ذات كثافة عالية كما قد يزعم بل كانت ربعة في نسيج عظيم ويمكن أن نطلق على هذا النسيج العظيم أنه دار الفدود خلقه الله سبحانه وتعالى في الأزل في الناضي البعيد وحدث في هذا النسيج فتق أي خرب فخلق الله سبحانه وتعالى بهذه الفتق رتقاً أي قطعته من نسيج آخر ليسده ثم نزع ذلك الرتق وجعل منه هذا الكون الذي سأتحدث عنه وأصفه بأنه الكون الصغير وكل ذلك لقوله تعالى في سورة الأنبياء أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيْءٍ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ إذن هناك رتقاً لفتق هو الذي صنع منه السماوات والأرض هذا وقد يكون النسيج العظيم هذا هو دار الخلود حيث الجنة والنار وذلك لا أجزم به لأن علمه عند الله سبحانه وتعالى ولكن هذا الخلق العظيم له علاقة بالماء سأذكرها لاحقاً في حديث بن مسعود رضي الله عنه وأما هذا الكون الصغير فإن أجله سينتهي يوم القيامة وهو يتكون من سبع طبقات أو كل طبقة فيها سبع سماوات وأراضي وذلك لقوله تعالى في سورة نوح الآية 15 أَلَمْ تَرَوْ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وإن أدنى طبقة هي التي نحن فيها وتتكون من سبع عوالم متجاورة ليست متراكبة أو طبقات كل عالم منها له سبع سماوات وفيه أرض واحدة على الأقل وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراه من سبعة ألقيت في ترس فهي متجاورة في الترس الذي هو الكرسي وكل من هذه الأراضيين ينزل على ساكنيها الوحي من السماء كما نزل علينا التهاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وذلك لقوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما إذن هناك سبع أراضي ينزل إليها الأمر الله وأمر الله هو وحيه وخيره وما كتب فيه من شر وإن عالمنا هذا الذي نحن فيه يقع تحت الكرسي للحديث السابق عن الترس بينما الطبقات السبع الأخرى تقع بين الكرسي والماء الذي أشرت إليه سابقا وذلك لأن سقف الجنة هو العرش والجنة من العالم الآخر الذي هو في النسيج العظيم ولأن دون العرش الماء كما ذكر ابن وسعود في حديثه قال بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام وبين كل سماء وسماء خمسمائة عام وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي والماء خمسمائة عام والعرش فوق الماء إذن سقف هذا العالم هو الماء والعرش هو سقف للسقف والله أعلم في ذلك لأنه من علم الله وأما سبب قولي أن الطبقات السبع أعلى من السماوات السبع قوله تعالى تعرج الملائكة واروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة سورة المعارج وذلك لأن كل طبقة تتكون من سبعة آلاف سنة ويكون الإجمالي تسعة وأربعين سنة تسعة وأربعين ألف سنة لأنها سبع طبقات في سبعة آلاف ويضاف إليها ألف سنة فوق الماء إلى العرش فتكمل الخمسين ألف سنة التي وردت في سورة المعارج هذا والله أعلم وهذه مقدمة لتفصيل بإذن الله في النظرية التي رأيتها حول الثور وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجباليين